مقدار الفيديا في رمضان مقدار الفيديا في رمضان مقدار الفيديا في رمضان مرضا غير مزمين يعني مرض يمكن تعج فهذه الفيئة الثانية يمكن لها تفطر ولكن من بعد يخرج رمضان ترد هذه الأيام الفيئة الثالثة وهي التي ترتبط بالفيديا وهي تلك الفيئة التي عندها مرض مزمين أو مرض الشيخوخة فالله عز وجل لكي يجعل هذه الفيئة من خارطة ضمن اكتساب الأجر في هذا الشهر الكريم وهو أجر عظيم ومن فضل الله عز وجل لأنهم يتحرم احتواحد منه خاصة من المكلفين تعطت لهم يعني وعفية لهم عن صيام وهذا من رفق الله عز وجل ومن رحمته ومن بركة هذه الشريعة اللي هي تتراعي أحوال الناس وطاقتهم لأنه لا يكلف الله مسل الله وسعها لا يكلف الله مسل الله ما أتاه يريد الله بيكون أسره ولا يريد بكم العصر إنسان عنده مرض مزمين ولا بلغ واحد بلغ في العمور الشيخوخة عاجل بس يتحمل ذلك تحمل المعتاد الشريعة أعفته وأعطته رخصة بأنه يعني ما يصمش وغير ولم تطالبه بأنه يرد هذه الأيام ونحن نعرف في الشرع من القواعد الكبرى إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فالإنسان اللي أعطاه الله شيء رخصة يفرح بها ويأخذه بها وما يبدأ شيء يحرسه كما توقع لواحد الناس اللي هو ما كبر في العمر وهو ما في واحد الحالة اللي ما تسمح له مش بالصيام ومع ذلك يبقوا يتعندوا ويحملوا نفسهم ما لا يطيقون فلذلك الله عز وجل تنبههم وتنقلوا مرة أعطاكم الله وعلى فرصة أخرى وهي أنكم طعمواه عن كل يوم مسكين ورأي كلكم الأجرم إن شاء الله وخاصة أنه الإنسان إذا كان تقوم بواحد عمل طيب وعجز عنه بسبب ماراض ولا السفر للأخير الله تعالى تعطيها الأجر ديره وخمتي ديره هذا من بركة الله عز وجل فلذلك هذه الفيديا حدتها الأية وشرط لها وبينت بأنها هي إطعام مسكين قضية إطعام مسكين هذا هو اللي تتنقش فيه العلماء وفي الحالة اللي توقع فيها خلاف اللي تحكم في هذا الخلاف هو العرف ولذلك قال قائلهم والعرف في شرع له وإعتباره لذا عليه الحكم وقد يداره فلذلك عدد كبير وكثير من العلماء تقول لك هذا يطعام مسكين تختلف بحسب الأحياء بحسب الوضعية المادية فكل ما القدر اللي يمكن هذا المسكين من أنه يتغدى واحد الأخدام وتوسط ليغنيه عن الزيادة يعني يمثلوا الكفاية يمثلوا الكفاية وكما أشرنا في مرة من المرات بأن سيدنا أناس بن أمريك خادي من رسول عليه السلام دار واحد الصيغة اللي هي ما فيهاش خلاف بين العلماء لما عجز عن الصيام في آخر شهر رمضان جمع ثلاثين وطعمهم وطه الله فيهم لحمان وأشباعهم كما في رواد اللي هي مذكورة في صحيح البخاري فالإنسان إذا استطاع أنه يطعيم ليطعام المباشر هذا أو لا ولكن إذا ما استطاع ويقدير بالمقدار فعلى حسب الوضعية المادية وحسب الحي اللي هو موجود فيه فإذا كان مثلا في حي واحد الحي اللي هو يعني ضعيف ره عشر الدرهم إن شاء الله تكفيه وإذا كان مستر الأمور وقدر يزيدها الخمستاش أو احتعشرين فيكون في ذلك خير كثير إن شاء الله اشتركوا في القناة